من جانبه أكد وزير الخارجية البروندي ألبرت شينجرو على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف حول قضية سد النهضة كما أشار وزير الخارجية البروندي إلى أن مسألة سد النهضة يجب أن تحل عبر الحوار بين الدول الثلاث كما أكد دعم بلاده لأي مبادرات قد تثمر في الوصول إلى حل للأزمة أن هذه المسألة المتعلقة بسد النهضة أن يتم حلها من خلال الحوار ومن خلال التعاون وكذلك من خلال اتفاقات يتم الاتفاق عليها من جانب الجهات المختلفة وأن تكون ملزمة قانوناً أن خيار الحرب ليس بالخيار الجيد والحكيم ولا أعتقد أن مصر أو أن بلادنا ستفوض من خلال هذا الخيار العسكري ونحن نؤمن بقوة المساعي الدبلوماسية والنوايا الحسنة وحتى الآن نحن نؤيد مبادرة فخامة رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية والذي يعمل على المستوى الإثيوبي والمصري ونحن نؤيد هذه الآلية كما نود أن نقول أن أي آلية أخرى متوازية وأي مبادرة تعمل بالتوازي مع هذه المبادرة يمكن أن تكون مثمرة وغير ممتجة لذلك من المهم لما كان أن نؤيد الآلية الراهنة وأن نعمل على تعزيزها حتى نحرز تقدم حيث أننا الآن نجد أنفسنا في نوع من الاستقرار على مستوى الحوار ليس هناك تقدم المحرز وليس هناك تققر ولذلك نعتقد بأنه يجب أن نعمل على تحفيز هذا الحوار حتى نتمكن من التواصل إلى حلول